موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة بدأنا حديثنا من السبوعين عن ميلاد رسول الامم وبالتحديد من سفر الاعمال اصاح تسعة قلت هذا الشخص العظيم اللي لقد بالعديد من الالقاب سواء عن ماضيه كفريسي وابن فريسي او عن حاضره ومستقبله وبعد تجديده رسول الامم رسول الجهاد الكاتب والراعي والكارز والمعلم والمدافع عن الايمان المسيحي وهكذا لكن شوفناه في اول صفحة وهو يضطهد الكنيسة وبالطبع كان بيعمل كده باعتباره انه بيقدم خدمة لله لانه كان يؤمن مع غيره من الكتبة والفريسيين وكل المضادين لانجيل المسيح ان يسوع هو شخص مضل كان يدعي انه المسيح وانتهى الامر بالحكم عليه بصلبه ومات فكان يرى مع كل المضادين انه اتباع يسوع هم في نفس الضلال ولازم يكون ليهم نفس المصير القتل والموت واضطهد الكنيسة بافراط سواء في ارشاليم او خارج ارشاليم كان يسعى وراءهم ليأتي بهم ليحاكموا في ارشاليم او يقودهم الى القتل لكن في رحلة من رحلات الاضطهاد وهو في طريقه الى دمشق لكي يتعقب المؤمنين هناك تقابل الرب معه في الطريق الى دمشق لحظة ميلاده لحظة فارقة مش بس في حياته او في تاريخ اليهودية او حتى اليهودية والمسيحية معا لكن في تاريخ العالم كله تغير العالم بعد تجديد شاول وتغييره الى بولس الرسول هناك تقابلة مع حنانيا اللي كان بالنسبة له اول المرشدين والمساعدين في طريق دخوله الى المسيحية بعد لحظة الميلاد شفنا مجموعة من التحديات اللي وجهته اول تحدي كان الوحدة والعزلة ثلاثة ايام لم يأكل ولم يشرب كان في ظلام ربما كان يفكر في ماضية فيما كان يفعل بالناموس فيما كان يفعل بالديانة اليهودية الضيقة اللي عاش تحتها كفريسي ابن فريسي ربما كان يفكر في يسوع الذي ظهر له في الطريق هل يمكن ان يكون هذا فعلا هو المسيح وازاي ما كانش قادر يشوف ده قبل هذه اللحظة وحدة وعزلة صعبة جدا جدا لكن بعد كده شاف خائفون منه ومقومون له سواء ده حدث في دمشق او في اورشالين ما كانش مرحب به في البداية ما كانش مقبول من المؤمنين او من الكنيسة في البداية ثم وصل الحد الى بعض المضادين لمحاولة قتله من اليهود طبعا سواء في دمشق او في اورشالين لكن الرب نجاه من المحاولتين وغير كده طبعا عانى كثيرا جدا جدا من الام الاضطهاد والضيق في اماكن مختلفة اللي ظرها واسس فيها كنائس وارينا في الحلقة السابقة ما ورد في كورونس تانية حداشر وهو بيحكي عن الامه وضيقاته اللي واجهها كثيرا في طريق خدمته لكن كان عنده مرشدين ومساعدين كانوا بالنسبة له امتيازات كبيرة ادر ياخد من خلالهم بركة ونعمة وتأييد وقوة طبعا يأتي في بداية هؤلاء حنانيا اللي تقابل معاه بامر من الرب في دمشق وضع يده عليه فابصر وفي الغالب يكون عمده وكمان ظهر برنابة اللي قدم ليه تسكية وقدمه للكنيسة في قرشاليم لانه الكل كان خايف منه ودول بالنسبة له كانوا بركة كبيرة جدا جدا لكن شوفنا من ضمن المشجعات كلام الرب واعلانه انه هذا ليه اناءه مختار ليحمل اسمي امامه امم وملوك وباني اسرائيل هذا الاختيار الالهي اللي تمكن بعد كده في خبرة بولوس وتعليمه وكان اكتر واحد كتب عن هذا الموضوع موضوع اختيار الله لبولوس واستخدامه ليه سواء اختياره للحياة وللخلاص او اختياره للخدمة وتكلم عن هذين الجانبين من الاختيار واستخدموا الرب فعلا ليشهد امام امم وامام ملوك وايضا امام بني اسرائيل شوفنا ويمكن هنشوف فيما بعد لما هنروح لأواخر سفر الاعمال ازاي شهد في قيصرية امام ملوك وامام قيصر في روما وولاة وامام بني اسرائيل في مواضع مختلفة سواء في اورشاليم او في المجامع اليهودية في بلاد كتير ازارها فيما بعد من ضمن المشجعات عايز اضيف النهاردة تحت عنوان ونعمة فوق نعمة ونعمة فوق نعمة في سفر الاعمال الصح 9 من آية 17 إلى آية 20 فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاول قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فابصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى وكان شاول مع التلميذ الذين في دمشق اياما وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله يبقى شاول في دمشق في بيت يهودة في الزقاق الذي يقال له المستقيم جيح حنانيا علشان يزوره بامر وترتيب من الرب في هذا اللقاء الحقيقة فيه مجموعة من الخيرات والكثير من النعم اللي استقبلها شاول في هذا الوقت اول حاجة وضع عليه يديه وضع عليه يديه ودي الحقيقة مش مجرد حركة لكن كانت علامة لمنح البركة يعني كأنه حنانيا بيمنح بركة خاصة لشاول في هذا الوقت مش بس كده كمان علشان يصلي لاجله ودي حاجة مشجعة جدا جدا انه شاول وهو في هذه الحيرة والارتباك لقى حنانيا كأنه بيحضنه ويبركه ويصلي لاجله وبعدين لما حنانيا كلمه الحقيقة كلمه بلغة مشجعة جدا جدا يقوله يقوله ايها الاخ شاول كلمات قليلة لكنها تعبر عن ترحيب شديد علشان يقوله انت بقيت واحد مننا انت صرت واحد من اخوة الكنيسة انت بقيت عضو في الجسد الواحد ايها الاخ شاول شيء رائح بقي نتعلم هذه اللغة واحنا بنتعامل مع بعضين البعض اللي معاك واللي جنبك واللي وراك في اجتماع الكنيسة في اجتماع المؤمنين هو بالنسبة لك اخوك او اختك هو قريب جدا منك هو عضو معاك في نفس الجسد وبعدين حنانيا اكد ليه ان اللي ارسلوا اليه هو نفسه اللي ظهر ليك في الطريق هو يسوع المسيح ويمكن ده اللي خلى بولس بعد كده بيفتخر في كرونس الاولى تسعة وهو بيقول هذا الحق المبارك يقول كده الاية الاولى في كرونس الاولى تسعة ألست انا رسولا ألست انا حرا اما رأيت يسوع المسيح ربنا ألستم انتم عملي في الرب كان فخور بهذا يقول له أرسلني الرب الذي ظهر لك في الطريق فكان فخور بولس بهذا الظهور افتكر فيها صح 15 من الرسالة الاولى لكرونسوس يقول كده واخر الكل كأنه للصقط ظهر لي انا انا مش مهم انا ليكن كالصقط يعني شيء غير مرغوف فيه لكن انا بهذه الحالة اللي لا شيء ظهر لي الرب كان فخور بهذا الظهور المبارك ده امر مشجع لما حنانيا بيقول له قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق ثم توالت البركات والمشجعات ما نبقول لحضراتكم نعمة فوق نعمة حنانيا يقول له كده كلمة هو محتاج لها ارسلني اليك لكي تبصر وتمتلئ من الروح الكلس هده ايه كان شاول المحتاج للبركتين دول البركة الاولى تبصر والبركة التانية تمتلئ من الروح الكلس ليه ثلاث ايام لا يبصر لا يرى احدا فقط كان يصلي بعد كلمات حنانيا مباشرة ذهب العمى ابصر كل شيء جاليا نعمة كبيرة جدا جدا مش بس كده وامتلأ من الروح الكلس طبعا الروح الكلس بدأ عمله في الطريق الى دمشق الروح هو اللي بكته على خطية وهو اللي قاده علشان يصلي ويطلب يا رب ماذا تريد ان افعل هكيد ده عمل الروح الكلس وبالروح ولد من جديد ليس فقط في ايمانه بل كرسول للامم اذا الروح اشتغل مع بولوس قبل كده لكنه يحتاج الان الى الملء بالروح الكلس الملء ضروري للشهادة ضروري جدا فالملء في سفر الاعمال يرتبط دائما بالكرازة بالانجيل وهذا ما حدث فعلا بعدها مباشرة يقول وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيحة وهنا عايزة اقف كده وقفة يعني سريعة خارج النص شوي لكن لتعلمنا كلنا بولوس اختبر الحياة الجديدة اتغيرت حياته صار ابن لله صار عضو في جسد المسيح لكن كان يعوزه ان يمتلئ من الروح الكلس فاحنا بنعرف الرب مرة لكن انا نمتلئ بالروح الكلس مرات ونحن في احتياج لهذه المرات كلما وضعنا الرب في خدمة كلما قادنا الرب العمل يمجد اسمه او حتى في حياتنا العادية من اجل القداسة من اجل المسير مع الرب بامانة لنكون شهادة وقدوة للاخرين نحتاج لهذا الملم هذا ما حدث مع شاول في هذا الموقف والمشهد لم ينتهي عند هذا الحد لكن هذا المشهد المبارك ختم بالمعمودية معمودية شاول وحنانيا بالطبع هو من قام بهذه الخدمة وكان بمسابة تأكيد على ايمان شاول وخضوعه وولاءه للمسيح المعمودية هنا قدت لشاول باب الشركة مع سائر التلاميذ في دمشق في اعمال تسعة هاية تسعة عشر يقول لنا كده تناول طعاما فتقوى وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما وقدين بانا من اديه الحال تغير اديه صورة اختلفت تماما الى هذا الحد كانت المعمودية الباب اللي فتح ليه الشركة والعلاقة مع التلاميذ والمؤمنين الذين في دمشق صديق صديق المشاهد هذه اللمحة السريعة مع صفحة مجيدة صفحة رائعة من صفحات الكنيسة وقصة الكنيسة حيث ولد رسول الامم بسبب هذا الميلاد تحول شاول الى المسيحية شاول اللي ابتدينا الكلام عنه انه مضطهض الكنيسة يبقى النتيجة الطبيعية ايضا انه خفت حدت الاضطهاد على الكنيسة لانه الادات الكبيرة المستخدمة في الاضطهاد استدتها النعمة جذبتها النعمة وقاتت الى حظيرة الايمان عشان كده نقرأ في نفس الاصحاح بعد السرد هذا لتاريخ اختبار شاول نقرأ اية 31 في اعمال تسعة واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر مرة تاني البشير لوقة بالروح القدس يضح هذه الاية بعد قصة تجديد شاول وكأنه بيربط الاثنين ببعض شاول وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر تتكاثر هنا مش على الناس مش على المؤمنين لكن على الكنائس طبعا يوصد الكنائس هنا اجتماعات المؤمنين لسه ما عندناش مباني كنائس لكن عندنا كنائس في البيوت كنائس في الكاتاكمب بسم الرات اللي كانوا بيسموها او المقابر كنائس تتكاثر بعد اختبار شاول وتجديده ما حدث احباي مع شاول يؤكد اكثر من امر مهم جدا جدا يؤكد لنا قوة النعمة الالهية فالنعمة اقوى شاول كان شرير وهو لا يدري كان بيطهد الكنيسة ويظن انه يقدم خدمة لله كان عنيد جدا جدا ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب على الكنيسة شيء صعب لكن النعمة الالهية كانت اقوى النعمة الالهية كانت اقوى ويمكن داي فكرنا بالكلمة اللي قالها الرسول بولوس اليموساوس فتقوى انت يبني بالنعمة التي بالمسيح يسوع ربنا احيانا في خبراتنا اليومية يقول لنا اصدقاء او اقرباء وبنصلي من اجلهم ولينا رغبة واجتياء انهم ييجوا للرب بس يمكن بسبب شررهم او بعدهم عن الرب الكتير نقول صعب مش ممكن عايز اقول لك اختبار شاول هذا بيؤكد قوة نعمة الله اقوى من كل شر اقوى من كل خطية تستطيع ان تجذب اشر الخطى تستطيع ان تجذب اكثر المجرمين مش هو بولوس اللي قال صادقة هي الكلمة ومستحق كل قبول ان يسوع المسيح جاء للعالم ليخلص الخطاط الذين اولهم انا يعني شايف انه كان اشر الخطى لكن النعمة كانت اقوى من خطيته الانسان البعيد عن الله مهما كان ماضيا مهما كانت خطياه اسامه فالنعمة تستطيع ان تغير الماضي قد محوته كغي من ذنوبك وكسحابة وكسحابة خطياك ارجع الي لان فديتك تغير الماضي وتسطر الخطايا في الحاضر لاننا نؤمن ان دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية نؤمن ان دم المسيح اقوى من كل الشرور فالنعمة تستطيع ان تغير الماضي وتغير الحاضر وتضمن لنا المستقبل بردبولس قال لانني عالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم النعمة اقوى واكبر دليل هو هذا الشاول اللي حررته غيرته النعمة وضع موضوع الحقيقة هو استفاد فيه كتير لما كتب في رسالة رمية الصح واحد عن هذا الامر واستخدم كلمة خطيرة جدا وهو بيقول في آية 16 من رمية واحد لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن واستخدم كلمة قوة ديناميت ديناميت انجيل المسيح قوة اكتر من قوة الديناميت اللي بتفجر الصخر فهذه القوة بتغير عشر الخطام وهذه القوة لكل الناس لليهود اولا ثم لليوناني لان فيه في انجيل المسيح معلن بر الله بايمان الايمان كما هو مكتوب هم البار فبالايمان يحيا هم البار فبالايمان يحيا قليني احكي ليك عن دليل اخر عن قوة نعمة الله في هذه الجملة الاخيرة اية سبعتاشر من روميا واحد اما البار فبالايمان يحيا هذه الاية عندما قرأها مرتل لوسر وتذكر انها تكررت اربع مرات في الكتاب المقدس هنا في روميا واحد وفي رسالة غلطية وفي الرسالة الى العبرانئين وفي العهد القديم في سفر حبقوق فبدأ مرتل لوسر وهو بعيد عن الله مع انه كان راهب في ذلك الوقت بدأ يتسائل عن هذا التكرار لماذا هذا التكرار اربع مرات نفس التعبير اما البار فبالايمان يحيا وتوقف هنا امام نعمة الله المخلصة وقوة هذه النعمة وكانت هذه الاية هذا التعبير اللي تكرر اربع مرات بداية لحظة تغيير مرتل لوسر وتحولوا الى حضيرة المسيح الحقيقية وانضمام الى شعب الرب الحقيقي وانضمام الى جسد المسيح تغيرت كل الحياة عندما اكتشف قوة النعمة وكيف تبرر الانسان الخاطئ نفس المعنى اللي كتبوا الرسول بولس لتلميذ توميساوس لما قالوا فتقوى انت يبني بالنعمة وما سمعته مني بشهود كسرين او دعوه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا ده الاختبار الحقيقي اللي بتكلم عنه هنا وبيشهد عن قوة نعمة الله اللي بتغير اشهر الخطأ وبعدها يقوله في اية ثلاثة فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح اية ثمانية اذكر يسوع المسيح المقام من نسل داود بحسب انجيلي انجيل المسيح اللي قال عنه في رميا واحد قوة الله للخلاص بيقول تيموساوس هنا تسلح بهذه الرسالة رسالة الانجيل قوة الانجيل انا نهار دا اوناشد اي شخص بيسمعني هل تغيرت حياتك برسالة الانجيل هل انت في المسيح بسبب نعمته وبسبب عمله الكفاري على الصليب حبائي فيه اقتار في المسيحية لكنهم مش في المسيح فيه فرق كبير من الاتنين احنا بتكلمش عن ديانة اسمها المسيحية لكن بتكلم عن علاقة في المسيح بنتكلم عن مخلص اسمه المسيح هو دا لب رسالة الانجيل قلب رسالة الانجيل تعرف المسيح يبقى ليك حياة عبدية وتختبر غفران الخطايا ربما تكون في المسيحية كديانة لكنك تحتاج ان تنتقل الى المسيح يسوع رسول بولوس قال هذا التعبير عن اختبار مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احباني واسلم نفسه لاجلي هو دا الاساس بسبب محبته وانه اسلم نفسه لاجلي وانا اكتشفت هذا بولوس الرسول بيقول كده انا اكتشفت هذا ان موت المسيح كان لاجلي انا بختبر اختبار مجيد جدا جدا مع المسيح صلبت بولوس ما كانش واحد من اللي الصين اللي صلبوا مع المسيح لكن بيتكلم عن اختبار صلب الانا والذات واللذات والملذات كل هذا صلب مع المسيح يعني مات وقام شخص جديد اسمه بولوس صار ابن لله وصار خادم لله صار صمر لانجيل المسيح وصار خادم لانجيل المسيح صار واحد من بركات النعمة وصار حامل لرسالة النعمة وانجيل النعمة للاخرين انا بدعوك النهاردة صديق المشاهد انك تحدد موقفك انت فين النهاردة من المسيح حتى اذا كنت مسيحي بالاسم حتى اذا كنت مسيحي وتنتمي للمسيحية يمكن دي فرصة كويسة انك قربت من نهر النعمة لكن لازم تتقابل مع المسيح شخصيا لازم تتقابل مع المسيح شخصيا لازم تيجو قدامه وتسلمه الحياة وتقول له انا راغب اللي حدث مع شاول يحدث معي في مرة واحد بيقول ازاي يعني اللي بتقوله ده يحدث ازاي يمكن بالزبط زي ما حدث في يوم الخمسين بعد بطرس مخلص العزة في ناس راح وسألوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة ناس في التضاع ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة اللهم بطرس توبوا توبوا اول كلمة توبوا الرجوع على الخطيئة الرجوع عن العدات الشريرة الرجوع عن البعض عن الله توبوا تغيير الاتجاه الرجوع الى مكان الصحيح وبعدين ولي اعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع يعني الايمان بيسوع يعني المجيء الى الله في شخص المسيح فعندنا حاجتين مهمين التوبة والايمان التوبة الرجوع عن الايمان المجيء الى وبكده اختبر الحياة الجديدة في شخص يقدر يتوب وفي شخص يمكن مش قادر قوله زي اللي قال زمان توبني فأتوب يمكن في شخص قادر يؤمن وفي شخص يمكن مش عارف قوله انت قلت يا رب انه وهذا ليس منكم عن الايمان هو عطية الله هبني هذه العطية املأ قلبي بهذا الايمان بان يسوع مات من اجلي يسوع جاء من اجلي يسوع اسلم من اجلي من اجل خطيائي وقام من اجل تبريري بشجعك النهاردة انه اختبار بولوس اللي كان شاول بكل المقاس اللي كانت لي في الماضي يضطغض الكنيسة ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب والرب يجري معاه هذه المعجزة وينقله الى حضيرة الامان هذا الاختبار قابل للتكرار معاك هنا والان تقدر ترفع علبك معايا دلوقتي وتصلي وتطلب الرب قول معايا من فضلك من قلبك هذه الكلمات ايها الرب الهي انا اتي اليك في اسم يسوع المسيح يا رب انا اؤمن انه احبني وقد غسلني من خطياي بدمه اتوب يا رب عن كل اله عبدته معاك اتوب عن كل خطية في حياتي واعلن ايماني في يسوع المسيح مخلصا وربا يا رب اسلمك الحياة بجملتها اريد ان عيش لك يا رب بقية ايام عمري مطيعا وخادما لشخصك علمني النهاردة وكل يوم ان اعمل رضاك في اسم المسيح امين عايز اخاطب كل واحد صلى هذه الصلاة في يوم الايام ورفع قلبه للرب في يوم من الايام علينا دور كبير جدا جدا اذهب ونادي كم صنع الرب بيك ورحمك خبر الاخرين الاهل والاصدقاء والبعيدين وكل الناس عن يسوع المسيح المخلص الاله اللي ظهر في الجسد اللي خلصك وحررك شفنا قبل كده التلاميذ لم قالوا لا يمكننا ان لا نتكلم بما رأينا وسمعنا هل تقدر النهاردة تتكلم بمن رأيت وبمن سمعت بيسوع المسيح اذا هو نادي الضرورة موضوع علينا فويل لنا ان كنا لا نبشر ارجو من كل مؤمن وكل مؤمن خاصة صوات تصلي من اجل الاخرين اللي خارج الحضيرة وبعد ما تصلي وكلم الرب عنهم روح كلمهم عن الرب وبكده تكون بناء حقيقي في ملكوت المسيح وإلى ان نلتقي في الاسبوع القادم في مثل هذا الوقت واحنا منتابع قصة الكنيسة لنقرأ صفحة جديدة من هذه القصة الخالدة والرب معكم اشتركوا في القناة